نوها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمستوى الحرص المشترك لدى مملكة البحرين وجمهورية فرنسا بالاستمرار في تنمية العلاقات التنائية بينهما على مختلف الصعود وبين كافة الأجهزة والقطاعات في البلدين وأشار سموه لدى استقباله وفد جمعية الصداقة البحرينية الفرنسية بمجلس النواب الفرنسي بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى ما يشكله التواصل على المستوى البرلماني من إضافة إلى أفق التعاون بين البلدين الصديقين وتوسعة مدى لما يتطلع إليه الجانبان تأسيسا على الاحترام المتبادل والتفاهم بينهما ورحب سموه بالوفد برئاسة النائب ميشيل فوزان مثمنا دور تبادل الزيارات في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والأفكار مما يعود بمردود إيجابي على تحقيق المصالح المشتركة من جانبه عبر رئيس الوفد عن تقديره لما تلقاه زيارة الجمعية وأعضائها من اهتمام واستقبال يدلل على الأهمية التي تحوزها العلاقات الفرنسية البحرينية مما تسعى الجمعية إلى البناء عليه متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والتقدم في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر